زي ما قلت لحضراتكم ان النهاردة او بداية من اليوم لن نتكلم عن شيء الا مساندة ودعم فريق النادي الاهلي الذي سيسافر ان شاء الله يوم الاربع القادم لمواجهة نادي الترجي مواجهات الاهلي والانديات التونسية دايما بتشهد ندية وقوة كبيرة جدا جدا تاريخ حافل من المباريات ما بين النادي الاهلي والانديات التونسية الحمد لله هيمانا حمراء تسيطر على تاريخ هذه المواجهات النادي الاهلي خض 51 مواجهة مع الانديات التونسية حقق المارض الاحمر الفوز في 25 مباراة وتعادل في 16 وتعثر في 10 مباريات الحقيقة دايما الواحد لما ياما سافر تونس وياما لعب مباريات كثيرة جدا مع كل الانديات التونسية سواء ترجي افريقي صفاقسي منجم السحلي دائما ما تكون مثل هذه المباراة أولا الاستقبال بيبقى على أفضل ما يكون ما بين كل دنيا بتبقى صعبة وجماهير تونس بتحب فرقها بقوة كبيرة جدا 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 ونفسها تكسب ولكن بدون الخطأ في أي من إخواتنا إخواتهم المصريين في ذلك الوقت لما كنا بنسافر ونبقى في تونس واللي بيحصل العكس تماما أو اللي بيحصل زيه في مصر تماما اللي هو لما كل الانديات التونسية بتيجي تلعب هنا في مصر ومعاها جماهيرها بتجد حضراتكم أن كل الترحاب من كل المصريين في كل مكان تجد ترحابهم بإخواتنا التونسيين اللي دايما بيبقوا موجودين معانا الحقيقة بتحس أن احنا شعبين قريبين جدا من بعض في كل شيء تقريبا حتى في كرة القدم وحبنا لكرة القدم شوف جماهير التراجي الكبيرة والعريقة كيف تقف خلف فرقها شوف جماهير الأهل الكبيرة والعريقة كيف تقف خلف فرقها شوف كل الجماهير التونسية بتقف كل بمختلف الفرق المختلفة بتقف وراء فرقها ازاي وبالتالي صدقوني أي حد يفكر يفكر أن هذه المباراة هي مباراة سهلة ومباراة يستطيع أن يفوس فيها النادي الأهلي بسهولة يبقى عنده مشكلة لأنه التراجي بشخصية البطل بجماهيره الكبيرة بمدربه اللي موجود بتركيزه الكبير في البطولة الإفريقية فريق صعب جدا جدا مجرد اسم التراجي أنه هو بيلاعب النادي الأهلي أعتقد أنه ده حاجة كبيرة جدا 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 وأول ما تسمع تراجي وأهلي تعرف أنه أنت حتشوف إن شاء الله مباراة حلوة ولكن سترى مباراة صعبة جدا 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 وله هنا بأخاطب كل جماهير النادي الأهلي من فضلكم نساند وندعم فريقنا بعيدا عن أي ألفاظ بعيدا عن أي أمور أخرى خلينا نقف خلف فريقنا خلال المرحلة القادمة معموما هيمنة حمراء تسيطر على سجل مواجهات النادي الأهلي بأنديت تونس الشقيقة